تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس عشر على التوالي عدوانها العسكري على لبنان تزامنا مع عمليات قصف جوي مكثف لا سيما في ضاحية بيروت الجنوبية ومحاولات تواغو البري في الجنوب اللبنانية وتجددت اليوم الغارات الإسرائيلية الجوية على الضاحية الجنوبية في العاصمة أصفرت عن مقتل وإصابة عدد من اللبنانيين فضلا عن قصف مدفعي شمل بلدات حدودية من القطاع الغربي في جنوب لبنان تزامنا مع غارات قوية على بلدات في محيط مدينة سور واشنطيران الإسرائيلي غارتين على منطقة الريحان جنوبي لبنان بينما سمع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت